حلقتنا اليوم ممتعة جداً حنحكي عن التسوق الصحي اللي موجود بالمنزل صغار كبار شباب أو بنات كل واحد هيكون متحمس جداً ليسمع هذا الموضوع وكيف نقدر نتسوق بطريقة صحية جداً أول نصيحة بقدر أقولكم ياها نحاول قد ما منقدر ما نطلع على السفر ماركت عشان نعمل الشوفينج تاعل البيت تاعنا وإحنا جوعانين ليه؟ لأنه حنزير منتشهون من كل الرفوف اللي حولينا جعبالنا هذا وجعبالنا هذا تيبس من هون وشوكولت من هون وبسكوت ومنصفي بالأخير ما عم نقدر نجيب الأكلات الأساسية اللي إحنا بدنا إياها للتلاجة طب شو منقدر نعمل؟ منقدر نحط لست نكتب فيها الاحتياجات الخاصة تعولنا وإيش إحنا بحاجة إلوه عشان ما ننزل وإحنا مش منظمين حالنا وما عم نقدر نعرف إيش النقي ومن أي ليل نقدر نروح لما نكتب اللائحة اللي إحنا بحاجة إلها نمشي عليهم نتأكد مين إشي ضروري مين إشي لا نقدر ندور على الاختيارات اللي أقل بالدهون وأقل سعرات حرارية يعني مثلاً أنا ما عم بقولكم روحوا خدوا لبن ضايت بدل لبن عادي عم بقولكم روحوا للجبنة اللي فيها سعرات حرارية شوي أقل بدل الجبنة العالية بالسعرات الحرارية نحاول نقي من الإشياء اللي مخبوزة ومشوية كتير أكتر من الإشياء اللي مالية طيب إحنا روحنا على السوبر ماركت بصير نجيب مشروبات غزية وبصير نجيب عصاير وبصير نجيب اللي جعبالنا إياها إحنا عم نزيد قاعدين ومنتطور بالوقت وكل إشي عم بيكون موجود حوالينا نحاول نتجه للإشياء الفرش إشياء الطبعية أكتر سواء كانت فواكه أو سواء كانت عصرات وإحنا نعمل عصائرنا بالبيت طيب إحنا هيكي ما عملنا شوبينج إيش قلتيننا بدنا نجيب من السوبر ماركت إذا أنتي خلتيننا ندير بالنا وما نشتري الإشياء العصاير اللي إحنا بدنا إياها وندير بالنا باللست اللي فيها سعرات حرارية عالية مشان هيك عم بقولكم ديروا بالكم كتير منيح نقل الأكلات اللي إنتوا جعبالكم ياها بس نخفف من السعرات الحرارية معلش أول مرة مرتين شوي حنتغلب لنوصل لللست اللي إحنا بيحاجئ لها سوقوا بطريقة صحية جدا نقل الأكل اللي جعبالكم ياها كتروا من الفواكه والخضار وديروا بالكم من شوپينج لست اللي عم تكتبوها